موسيقى البطالة وأحياء الصفيح الفقر وتفشي الأمراض نبش المزابل والفضلات انقطاع عن الدراسة وعمل الأطفال كلها مجتمعة ومنتشرة ولو بتفاوت على انتداد الدول العربية ومنها الجزائر مرحبا بكم مشاهدينا في الجنة المسروقة التي شوها الفساد معالمها منطقة راكنة على أكبر احتياطي من النفط والغاز في العالم تعاني أشرس وأعتى الأزمات فالآبار والحقول الممتلئة بالخيرات تقابرها موازين تجارية عاجزة وديون رهيبة المواطن الجزائري لطالما تحسس فساد الحاكمين في جيبه كلما أراد قضاء حاجة هساسية أو تزديد الفواتير المشطة ولم يجد ما يكفيه من المال يتوجه اليوم نحو خيار أن لا سكوت مرة أخرى على سياسات النهب والتجويع جاءت إذن تسريبات عن أموال الجزائريين المنهوبة في بنك سويسري ومصدقة لما بين يدي المواطن من شعارات بسقوط سلطة الفساد وعصابات التحيل والسرقة انتشرت مؤخرا في الجزائر سياسة الاعتراف الوهمي بين وجوه السلطة القائمة فتصرح بأن منها تقريبا من مارس النهب ربما محاولة بذلك التودد والظهور بقناع جديد ولسان حالها يقول أتيناكم بوطن جديد وعهد جديد فهدأوا لكن الشعوب لم تصدق وكفرت بخطابات التخدير وبالواجهات اللامعة التي تغطي دولا عميقة في الفساد ورشوة وكذلك المناورة فلا يكفي أن تسجن بعضا من رفقائك السابقين لتكون مصلحا يقول الجزائريون ولا يكفي أن تستعرض لنا القوانين والوعودة فهي موجودة دائما لكنها لم تطبق أبدا ويبقى السؤال الأكثر رواجان أين تقف هذه الملاحقة التي تقودها الجزائر الجديدة للفسدين من ستطال ومن سيكون فوقها خاصة بعد ذكر تسريبات لأسماء بعينها منهم وهل سيلاحقهم تبون بعد أن عرفهم الجزائريون أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من تفعنات من قناة المغاربية في الغطان إذن كشفت تسريبات من بنك كريدي سويس أفخم بنك خاص في العالم عن الثروات المخفية لعملاء البنك والذين يضمون مودعين متورطين بالتعذيب والتهريب والمخدرات وغسير الأموال والفساد والجرائم الخطيرة كشفت التسريبات إذن تفاصيل عن ثلاثين ألف عميل حول العالم تصل ثرواتهم إلى مائة مليار فرانك سويسري اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر إذن الوثائق المسربة كشفت فشلا ذريعا في رقابة البنك كريدي سويس رغم تعهداته المتكررة على مدى العقود الماضية لإزالة العملاء المشكوكي بهم وبأموالهم التي جاءت من مصادر مشبوهة صحيفة الجارديون بريطانية مع مجموعة صحفية أخرى سمح لها بالاطلاع على البيانات جاء في مقال لها أنها تستطيع الكشفة عن أن كريدي سويس فتح وحتفظ بشكل متكرر بحسابات مصرفية لعملاء يمثلون مخاطر عالية حول العالم وتقول الصحيفة أن العملاء يضمون تاجر بشر في الفلبين ومدير سوق مالي في هونغ كونغ وكذلك ملياردارا أمر بقتل عشقاته المغنية اللبنانية ومدير شركة نهبي شركة النفط الفنزولية الحكومية وكذا ساسة فاسدين في مصر والجزائر تحتوي التسريبات إذن على عدد من الرموز العسكرية وعائلتهم في الأردن وباكستان واليمن والعراق والجزائر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار جاء ضمن الشخصيات التي هربت أموالا مشبوهة حول العالم خالد نزار أو كما تعرفه التقارير الحقوقية بذلك الجنرال الذي شارك في الانقلاب الذي قاد إلى حرب أهلية في الجزائر والتي شارك فيها حسب التهمة التي نسبت إليه بالتعذيب والتغييب القصري والاعتقالات الجماعية كان سجل نزار إذن في انتهاكات حقوق الإنسان معروفا لأن البنك السويسري فتح له حسابا عام 2004 حسب هذه التسريبات الأخيرة واحتوى حساب نزار على 900 ألف جنيه استرليني وظل مفتوحا حتى عام 13 و 2000 أنا حاربت في الوسمو ما كانش واحد يجي حاسبني الشي اللي عملته في فيت بلادي سمعتني ونمنع لأي إنسان سمعتني يجي قولي سمعتني بللي انت فيك والله فيك أنا جاي التاي سمعتني أنا كومباطا شي كومباط في الفرنسي وبتكوين تاحم حاربتهم سمعتني وكل شي سمعتني وحوسنا أعطي فائدة للجيش متاعي سمعتني واللي يهضروا دينا ما يعرفوش التاريخ خمسة عشر نلف اللي يفرروا بالجيش الفرنسي خاصة بما يسمى سمعت العيلة التورية سمعتني دونك حنا لو كان واصلنا نبقى في العيلة العيلة التورية ما نخرجناش من هذه العيلة التورية معناتها معتي كما عنا اليوم معنا أولاد الشهداء أولاد المجاهدين أولاد 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 بالإضافة إذن إلى ثروة نظار الخيالية كشف تسريب بيانات عملاء بنك كريدي سويس سويسري عن حجم الأموال التي أودعها أيضا الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بو تفليقاب الراحل أطول رؤساء الجزائري حكما تولى الحكمة عام تسعة وتسعين وظل في منصبه لنحو عشرين عام ولم ينتهي إلا بحركة شعبي عارم وملايين الجزائريين الذين خرجوا لمطالبته بالرحيل بو تفليقاب لم يكن أو لم يكن النسوة من أقولة جهه ما يثبت لكنهم كانوا متأكدين أنه كان ناهبا لأموالهم نظرا لحجم الفقر الذي ظلت ترزح فيه الجزائر إلى حدود هذه اللحظة رغم احتوائها على الثروات بو تفليقاب بعد خلعه ووفاته يأتي التأكيد إذن على فساده حسب هذه التسريبات الأخيرة حيث ذكرت أنه أودع في حساب بانك كريدي سويس مبلغا بقيمة 1.6 مليون دولار في الفترة من عام 99 حتى 11.2000 لا يكلف الله ونسمي إلى وسعها عاش من عرف قدره والله يا جماعة الخير شكراً على هذه التقاة وشكراً على هذه الحماس لودي أن أخاطب شباب جزائر خلال شبابي ستيف المجيدة أقول بأن قوة الشر تتربص سوء بالجزائر كما تتربص بغيرها من البلدان العربية والإسلامية فالشعب الجزائري الذي ضحى بالنفس والنفيس من أجل الاستقلال وضحى كذلك في حرب الأهلية أهلية كانت تكاد تأخذ فضورها لا بد أن نبرهنا مرة أخرى على أنه على كل شيء قدير بعد الله تبارك وتعالى شارك الجزائريون هذه الأرقام الصادمة للأموال التي نهبت أو نهبت من عظامهم التي لم تعد تقوى على تحمل تبعات المزيد من الفساد والإجرام في حقهم في الوقت الذي تجد فيه حكومة أيمن بن عبد الرحمن الحالية نفسها عاجزة في مواجهة بطالة متفاقمة حيث تشير بيانات رسمية إلى أن البلاد فقدت نحو نصف مليون وظيفة بسبب جائحة كورونا بينما تبلغ نسبة البطالة 11.5% من تعداد السكان البالغي 40 مليون نسمة وعد تبون بمنحة بطالة إثر ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرا إلا أن الجزائريين لا يجدون ذلك مجديا فقد بدوا ساخرين من طبقة حكمتهم لعقود كاملة ومن ضمنها تبون رئيس الحالي لكنها لا تخجل من الفضائح المستمرة ومن الأموال التي نهبتها السابق حتى تعدهم اليوم بالفتاة من المنح عوضة توفير مواطن الشغل لملايين البطالين الجزائريين يوني يونية من العلوم البيتี่ إنها ما قد افضل يمنحها أصنع بالتباف ما قمناه وأبدا الزيق لإبدا دع книجي إلى haya إمام تغضره يدير دوسي والله ممكن كي يعطوك انته بلا كي يعطونينا حتى ورانا العبنة بكري في الريال مادريد بهالواحد الحريف اذا كستاد طالح حابطها وطاح لكرشو وطاح لعراسو وطاح كيش ما يعطونا كيش ما يمدونا بل صاح اسمه لي ركتوحت الخطرة على دق دوغتك ما اتفكرنيش يا ودي ما اتفكرنيش تريد فالعص ودي تلقى الترابطة في دق دوغتك ها بدي هو بدي در دوسي تعال بطالة در دوسي تعال منحة ها در الأول وأنا سعر اتلقى دير ها در ميون ركتو حيب سعر؟ ما حيبك رحولك ت methodology كانانات يا اخوان در stato الحرك� можيب بعدك ها اسمه اسمه شوف روح سقصينا في الوكل التشغيل أنا سقصيتي و اخيه عندك بنختك هذك ليخزم ثمه وقيلها إذن بمناسبة تسريبات الباك السويسري والفضيحة المدوية التي طالت النظام الجزائري الحالي لازال الجزائريون يتذكرون جيدا يوم أكد تبون في أول ندوة صحفية له بعد فوزه بكرسي الرئاسة أنه قادر على استرجاع الأموال المنهوبة إذ قال حرفيا أنا لا أعرف أين هي وسأتي بها لا تقلقوا اتركوها علي ورفض تبون في الندوة ذاتها كشف خطته لاسترجاع الأموال متحججا بخوفه من تلاعب الحصابة بعد مروري أكثر من سنتين من حكم تبون لمدة استرجاع الجزائر الأموال المنهوبة في الخارج تحت حجة تواصل المفاوضات السلطة مع بعض رجال الأعمال الموجودين في السجون بغرض التصالح مقابل إعادة الأموال والأصول الخارجية هكذا تقول السلطة اليوم يعلم العالم ويعلم الجزائريون الأموال المنهوبة وكمية المال المنهوب والناهبين تقريبا حسب تسريبات جنرالات وأبناء الجنرالات وبوتفليقة وعدد من مقربيه وملايير الدولارات في بنك سويسري فهل بدأ وأن النظام أو لهونية حقيقية لاسترجاع الأموال المنهوبة والعقارات في الداخل والخارج تسأل المراقبون أم أنها جزائر جديدة تقول ما لا تفعل نحن لما قلت جزائر جديدة مش معناه رئيس جديد ولا وزير جديد ولا تصرفات جديدة جزائر جديدة يعني جزائر ماهيش معقدة ولا واحد عقدها ماهي معقدة لا من الاستثمار ولا من الشاقيق يجي يعيش معنا ويجي يخدم ويشتغل ويدي خلاص نحن الإطارات اللي موجودة اليوم طارت كلها نزيها لا غبارة عليها لا شكوك فيها ويعملون أجل الوطن والوطن وحده فقط إذن رغم أن أسعار النفط وصلت إلى أرقام قياسية غير مسبوقة خلال سنوات حكم بوتفليقة إلا أن الخبراء الاقتصاديون يتحدثون عن فجوة كبيرة بين الكتلة المالية التي كانت تستحوذ الجزائر عليها وبين الإنجازات المحققة على أرض الواقع من تنمية وبنية تحتية وهو ما يثير إلى حجم كبير أو يشير إلى حجم كبير من الفساد وربما هذا ما يفسر تواجد الجزائر في مراتب متقدمة على قائمة أكثر الدول فسادا في العالم خلال السنوات الأخيرة حول التسريبات الأخيرة وتورط وجوه نظام بوتفليقة في تهريب الأموال إلى منكن سويسري كتبت ماجدة في تدوينة لها وقالت بعد قرار النائب العام السويسري متابعة خالد نزار وزير الدفاع السابق الجزائري والمسؤول الأول عن مجازر العشرية السوداء بالجزائر نشرت صحيفة الجارديون البريطانية تسريبات تفيد أن الجنرال الدموي الذي عاد سنة 2020 إلى الجزائر كان يملك حسابا بنكيا في مصرف كريدي سويس هكذا كتبت ماجدة أما نشط الجزائري شوقي بن زهرة فكتب في حسابه على فيسبوك وقال كشفت تسريبات وثائق سرية من البنك كريدي سويس على أن السفاح خالد نزار كان له إلى غاية سنة 13 و2000 حسابين بنكيين في هذا البنك فيها 2 مليون فرانك سويسري قبل أن يحول الأموال إلى جهد أخرى بعد ملحقته من العدالة السويسرية سنة 11 و2000 هذا ليس إلا جزءا من الأموال التي نهبها من كان مجرم حرب في التسعينات وخصص له النظام نهاية سنة 2020 طائرة رئاسية للعودة إلى الجزائر واليوم هو يشكل جناح في السلطة مع الجنرال التوفيق هكذا قال شوقي بن زهرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة